وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجدد التأكيد على أسس موقف المملكة المغربية فيما يتعلق بالشرق الأوسط كما حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو مذكرا بأن المملكة تدعو إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة نحو منطق إرساء معايير من أجل حل دائم موقف المغرب واضح جدا حدده جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة فالمملكة تدعو إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة نحو منطق إرساء معايير من أجل حل دائم والمغرب يؤيد حل الدولتين مع دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية إذ لا يجب السماح للمتطرفين من كل الجانبين بالتحكم في أجندة الشرق الأوسط وقد حان الوقت لكي يستعيد الفاعلون البناءون زمام المبادرة حتى لا تقع المنطقة رهينة للمتطرفين من جميع الجهات السيد بوريطا أكد أيضا أن الاعتداءات على المدنيين أمر مدان محذرا من توسع دائرة النزاع بلبنان بما ينطوي عليه من مخاطر وعدم استقرار في المنطقة بأسرها مؤكدا أنه حان الوقت للتعبئة ولتطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كليا لوقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني المغرب يدين الاعتداءات على المدارس والمستشفيات وآلاف النساء والأطفال الذين يتم استهدافهم من قبل الهجمات الإسرائيلية دون إغفال منع ولوج المساعدات الإنسانية والسياسة الرامية إلى تجويع الفلسطينيين على أراضيهم السيد بوريطة أبرز في السياق نفسه أن المملكة المغربية تدين التصريحات غير اللائقة والتهجم على الأمين العامل للأمم المتحدة وقادة الدول الأجنبية منبها إلى أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يغذي الكراهية والمتطرفين ويمثل عاملا مغذيا للإرهاب ترجمة نانسي قنقر